طيب نروح بعد الوقت مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا ويهه طبعا عشان نتعرف على آخر الأخبار الصحفية في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وزمنتنا العزيزة روزان نصر هي موجودة هناك حاليا وحيبقى أنا كمان لقاء مع الأستاذة من عمر الصحفية بالموقع صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك العزيزة تفضل بصبح عليك يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي قراءة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورا يعني هنبدأ بالعنوين من موقع يلا كورا إيقاف مروان داود ومساعد كيروش كاف يعلن سبع عقوبات بشأن أحداث مصر والمغرب من موقع اليوم السابع منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا من موقع الشروق بوركينا فاسو تهدد طموح سنغال من نهائي ثاني تواليا في كأس الأمم ومن موقع روسيا اليوم تأهل 15 منتخب إلى مونديال قطر طبعا هيكلمنا أكتر في تفاصيل هذه الأخبار الصحفية من عمر بموقع يلا كورا يعني في البداية خليني طبعا أراحب بك على شاشة قناة الأهلي ويعني أبدأ معاكي أن الاتحاد الأفريقي طبعا يعني جاءت مبارح عقوبات وأحداث كتير بعد مباراة مصر والمغرب وإقافات يعني وغرمات كتير كلمين بقى عن العقوبات دي وهل ممكن يؤثر على المنتخب قبل مواجهة الكاميرون أم لا بصبح عليك الأول يا روزان وبصبح على كريمونة هوند في الستوديو وصبع الخير على كل متابعة قناة نادي الأهلي طبعا يعني فجئنا بالعقوبات بتاعة الاتحاد الأفريقي مبارح أوكي كان فيه تحيات وكان فيه سرعة في اتخاذ العقوبات ده كان حاجة كويسة بس كانت فيه التحقيات والعقوبات دي وقت حدثت ده دفع بتاع مباراة الكاميرا ونكزر القمور كان نفسينا نشوف السرعة دي والأحداث دي والعقوبات دي بعد المباراة بشكل سريع أني وفي الآخر تم التحقيق في المشادات اللي حصلت بعد مباراة مصر والمغرب لكل الناس تبعتها في المباراة المؤدي لغرف خلع الملابس الالتحيات أو قدت إلى عقوبة مروان داود اسم فجئنا بإقحامه يعني في العقوبات كان الكلام قبل كده على لعيبة أخرى يعني اللي حصلت ما بينها المشادات تم إيقاف مروان داود من منتخب مصر تم إيقاف سوفيان شاكلة وسوفيان بوفال من منتخب المغرب مبارتين للتلاتة غرامات مادية شفناها 10.000 دولار على اتحاد مصري والتحاد المغربي توجيه انزار لكيروش إيقاف مساعد كيروش أربع مبارايات يعني في الآخر احنا كل دا احنا مش عايزينه يؤثر طبعا على استعدادات المنتخب لمباراة الكاميرون خلينا نركز على المباراة الحمد لله المسحة طلعت سلبية الحمد لله ما عندناش إصابات زيادة عن الإصابات القبل كده بفيروس كورونا يعني الحمد لله الحمد لله نقدر ان احنا نركز نخلينا في المباراة وخلي تركزنا أكتر على المباراة وخلص ملف العقوبات انتهى ولا حصل حصل يعني منتخب مصر بدأ بالفعل استعداداته لمواجهة طبعا الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم شوفنا ساعات الأخيرة تصريحات نارية كلمين بقى عن المشهد في الكاميرون بشكل عام وآخر استعدادات المنتخب احنا المنتخب ليه تمرين النهاردة نهائي طبعا قبل المباراة انبارح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب شارك في مران جزئي في التدريبات دي حاجة كويسة طبعا الشناوي ما قدرش شناوي عنده برنامج علاجي بينفزه انما أبو جبل هو اللي بيوصل التأهيل وان شاء الله يلحق المباراة طبعا حجازي زي ما كلنا عرفنا هيبقى برى المباراة ولو كملنا هيبقى برى البطولة أصلا نتمنى رجوع حمدي فتحي الوينش عشان الدفاع نتمنى التدعمات دي يترجع للمنتخب قبل المباراة ان شاء الله المسحة الأخيرة تطلع برضو سلبية بالنسبة للتصريحات عشان برضو نكون منصفين التصريحات بتاعت صاموا الائتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكل الناس تبعتها ان المباراة هتبقى حرب وكان بيحفز اللعيبة بتاعته ده الحقيقة ما كانش بعد مطش مصر والمغرب ده كان بعد مطش الكاميرون وجنبيا لما هم عرفوا انهم واصلوا سيميفاين ما كانش لسه تحدد طرف المواجهة الأخرى الفكرة كلها هو كان بيحفز اللعيبة كان بيحمسهم البطولة على أرضهم هم مطالبين طبعا أكتر انهم حققوا البطولة بس في الآخر احنا منتخب مصر هم اللي مرعوبين أكتر مننا دي حقيقة بدليل الشائعات اللي بيطلعوها على المنتخب وعلى المساحات خصوصا صلاح فاحنا لنا وزننا لنا قدرنا مش مطلوب مننا أكتر من ان احنا نركز ونلعب بتشكيل متوازن طول المباراة وان شاء الله بإذن الله هنحسن المطشل صلاح النهاردة كمان هتنطلق مباريات نصف نهائي كأس الأمم توقعاتك بقى لمباراة السنغال وبوركينة فاسو واقعيا على الورق السنغال تتأهل للنهائي بس بوركينة من أول البطولة وهي بتعمل مفاجئة تأهلت من المجموعات بفوز وتعيدوا الوخسارة في دور الستاشر قدرت أنها تقصي الجابون وعملت مفاجئة كبيرة كلنا تفاجئنا أنها أقصت تونس في ربع أنها يبغض النظر عن الجدل التحكيمي اللي حصل في المباراة بس هي قدرت أنها تقصي تونس منتخب عربي منتخب تقيل السنغال اتأهلت للفاينال مرتين مرة في 2002 في البطولة اللي استضافتها مالي ومرة في 2019 في البطولة اللي استضافتها مصر وفازت بيها الجزائر طبعا في 2019 بوركينا ما تأهلتش للفاينال غمارة واحدة في 2013 في النسخة اللي استضافتها جنوب أفريقيا وتوجد بيها نيجيريا فزي ما قلنا واقعيا السنغال تتأهل بس المفاجئات اللي عملتها بوركينا ممكن تخلينا نشوف نتيجة تانية غير السنغال كوريا الجنوبية كمان حسم التأهلها مبارح بعد الفوز على سوريا كم منتخب تأهل بشكل رسمي حتى الآن عندنا لحد دلوقتي 15 منتخب حجزوا مكانهم في المونديال المونديال ده هيشارك فيه 32 منتخب فاحنا بنتكلم في النص تمام؟ عندنا عشرة من قارة أوروبا عندنا اتنين من أمريكا الجنوبية وعندنا تلاتة من أسيا أولهم طبعا قطر الدولة المستضيفة عندنا كوريا الجنوبية عندنا إيران عندنا البرازيل والأرجنتين عندنا من أوروبا ألمانيا إنجلترا أسبانيا فرنسا بلجيكا سويسرا هولندا سيربيا كرواتيا والدنمارك ففاضل بنتكلم في 17 منتخب هما الفاضلين منهم طبعا المقاعد الأفريقية اللي بنتمنى بإذن الله بإذن الله أن مصر تحسم مقعد لها بإذن الله في ميرس بشكرك جدا الصحفية من عمر بموقع يلا كورا مشاهدين دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع يلا كورا بشكركم جدا وعودة لكم مرة تانية نحن بنشكر جزيلا شكر زمالتنا العزيزة روزان ناصر وطبعا بنشكر ضفتك الكريمة نورتونا وبنشكركم على هذه التغطية الصحفية ما زيقول لك أنا ولوزان كنا بنتكلم بالليل غاية ساعة 2 الصبح معرفش يا صحيت إزاي وانا صحيت إزاي شكرا لك زمالتنا العزيزة روزان ناصر